تكاد أخبار تجدد القصف التركي والإيراني على المناطق الحدودية في إقليم كردستان أن تكون فقرة يومية لا تخلو منها نشرات الأخبار بمختلف وسائل الإعلام في إطار مسلسل تتواصل حلقاته منذ سنوات طويلة ما يميز الوضع على الحدود هذه المرة أن عمليات كل من تركيا وإيران تزامنت في توقيتها على الرغم من تأكيد المسؤولين العسكريين في طهران أن الأمر مجرد صدفة لا أكثر أما الاختلاف الثاني في طبيعة العمليات أنها تحولت هذه المرة لتتجاوز حدود القصف إلى توغل للقوات البرية التركية في عملية أطلقت عليها أنقر اسم المخلب النمر ذرائع كل من إيران وتركيا متشابهة بشكل كبير وتتمثل بوجود فصائل مسلحة معارضة لكل من طهران وأنقرة بتلك المناطق الحدودية أحد تلك الأحزاب المعارضة هو حزب العمال الكردستاني صاحب الملف الشائكي الذي تعود جذوره إلى ثمانينيات القرن الماضي والذي ينتشر بمناطق جبال قنديل وسنجار وغيرها وينفذ عمليات ضد الجيش التركي على فترات متباعدة مناطق وقرى الإقليم هي المتضررة الأكبر من العمليات العسكرية فالقصف الإيراني الأخير على منطقة سياحية بمحافظة السليمانية أوقع خسائر بشرية بين المدنيين ومثله فعل القصف التركي على عشرات القرى التابع لمحافظة دهوك إضافة إلى أضرار مدية يومية بالمحاصيل والأراضي الزراعية الواضح وفق ما يؤكده المراقبون أن الحلول الدبلوماسية والسلمية غائبة عن أجندات تركيا وإيران على الرغم من حث مجلس الأمن والمنظمات الدولية جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاقات سياسية تفضي إلى حل نهائي للملف الحاضر أحيانا والمنسي في أحيان أكثر اشتركوا في القناة